السلام عليكم ازايكم حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا في احسن حال دايما هنتكلم في حلقة النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا وهو سايلان ليدرز الحروف الصامتة في الحقيقة الموضوع ده عامل مشكلة كبيرة جدا لكثير من الاولاد بيبقوا مش عارفين انا امتى اعرف ان الحرف ده حرف سايلانت في الكلمة وما انطقوش يا تيتشر وكتير جدا من الامهات بتسألني نفس السؤال بيبقوا خايفين يعودوا يذكروا مع اولادهم وما يبقوش عارفين ان الحرف ده حرف سايلانت وينطقوه وبالتالي الطفل خلاص الكلمة سمعها بالشكل ده فيحفظها بالشكل ده هتيجي بعد كده تكتشف ان الحرف ده اصلا سايلانت في الكلمة فيبقى فيه صعوبة يعني نغير النطق الصحيح لأي كلمة يعني مع الطفل طيب بيسألوني الاولاد هل يا تيتشر فيه حل الموضوع الحروف الصامتة هل فيه قواعد ثابتة ينفع انا امشي عليها هو الحقيقة الحل الوحيد هو الممارسة الكتيرة جدا لان انا عايز اقول لحضراتكم ان احنا كمدرسين حتى بنقابل حاجات جديدة كل يوم في حوار او في موضوع الحروف الصامتة الممارسة الكتيرة هي الحل الوحيد بالنسبة للموضوع ده وطبعا حضراتكم عارفين ان practice makes perfect يعني الممارسة دي بتجعلنا ايه متقنين يعني مع الممارسة الكتيرة اي حاجة بتخليني متقنة او متقن في الحاجة دي كويس جدا فياريت يعني ما نكسلش لقا يبقى عندنا بس ايه سعي وبحس عن الكلمات اكتر واكتر ونمارسها اكتر واكتر وان شاء الله مع الممارسة الكتيرة الموضوع هيبقى سهل جدا طيب انا في فيديو النهاردة هعلمكم ايه بقى هنعرف الطريقة ازاي مع بعضنا تمام هنحاول في الفيديو ده نلم كده مع بعض الحروف الصامتة السايلان ليدرز اللي موجودة معنا طبعا هم كتار جدا فمش هينفع يبقوا في فيديو واحد فاحنا هنعمل جزئين هنعمل بارت وان النهاردة هنتكلم فيه عن بعض الحروف الصامتة وان شاء الله هيكون في جزء تاني من السايلان ليدرز الحروف الصامتة هنعمله في فيديو تاني باذن الله يلا بينا نبدأ على طول كده لاتس جو في البداية انا عايزة افهمكم ان الحرف السايلانت ده بيبقى حرف رخم في الكلمة بمعنى اي يا تيتشر بمعنى ان هو بيتقل معايا نطق الكلمة بيخليني مش عارفة انت الكلمة بطريقة صحيحة او حتى بيخليني ما بحسش وانا بسمع الكلمة كده ما بحسش ان الكلمة طلعة بطريقة صح او ما بحسش ودني ما بتقبلهاش تمام؟ تمام طيب هنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة نبدأ عن حرف الـ A امتى يكون سايلانت؟ عن الـ B الـ C الـ G الـ W الـ A هنبدأ مع بعضنا بحرف A حرف A لا يوجد أي مشكلة يعني بيتنطق عادي جدا بالفونيكس سواء شورت أو لونج أو مثلا جاي بعد U أو L بيطلع صوت O وهكذا يعني مفوش أي مشكلة هو بس بيبقى في حالة واحدة بيبقى حرف silent حالة A تيتشر بقى أوليلي عليها أنا عايز أعرف الحالة دي لما بلاقي موجود في السيلابل ده سيلابل بمعنى مقطع لما بلاقي حرف A جاي مع L L Y جايين على بعض كده كمقطع واحد في الكلمة بعرف ان حرف A حرف silent تمام اديني بقى examples علشان أفهم الموضوع أكتر نفترض ان انا هياخد كلمة اسمها ميوزك لي ميوزك لي ميوزك لي بمعنى موسيقيا أنا نطقت ميوزك وقفت الحد السي اللي صوتها طلع ك ميوزك ورميت حرف A خالص خلته silent و بعدين نزلت قلت لي بقت ميوزك لي ميوزك لي كلمة تانية ميوزك لي كلمة تانية الكلمة دي اسمها artistically artistically ربيت آفتر مي artistically بمعنى فنيا هل انا نطقت وقلت artistically لا شايفين انا اصلا لو طلعت صوت A الكلمة هتبقى طويلة ورخمة وهتبقى تقيلة في النطق artistically نطقت الحد صوت السي اللي طلع كا وبردو رميت حرف A عشان جاي في المقطع السي اللابل اللي احنا قلنا عليه A L L Y ونطقت لي في الآخر بقت اسمها artistically نفس الوضع مثلا في الكلمة دي logically 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 بمعنى منطقيا ممكن ناخد كلمة كمان actually 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 بمعنى بالفعل هل انا نطقت وقلت actually لا شايفين اصلا انا لو نطقت actually هتبقى رخمة ازاي يبقى حرف A هيبقى حرف silent عشان جاي في السي اللابل بتاعنا اللي هو A L L Y بقت اسمها actually فيه كلمة لذيذة جدا بس هي طويلة شوية اهي كل دي تيتشار كلمة اوه كلمة واحدة دي الكلمة دي بصراحة انا بس مع ناس كتيرة جدا بتنتقها internationally لا هي كده غلط جدا او مالقي النطق الصحيح اللي هي تيتشار اسمها internationally 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 بمعنى عالميا حرف A هيبقى حرف silent عشان جاي في السي اللابل بتاعنا اللي هو A L L Y وما تنسوش كمان ان المقطع اللي هو T I O اخدنا قبل كده لما بيجي مع بعضه مع بعضه صوته بيطلع شا 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 يبقى صوت T I O طلع صوته الشا ده تكلمنا فيه لما اخدنا الحروف المركبة او الاصوات المركبة شا 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 شع هذا حرف T ده كمان مش هننطق ر plains هنرميه خالص هيبقى اسمها internationally internationally ، شا 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 ش Sapp اتفقنا مع بعضنا؟ اتفقنا يا تيتشر يبقى اول حرف اتكلمنا فيه من الحروف الصامتة النهاردة هو حرف الا امتى اقدر اقول ان حرف الا حرف silent في الكلمة لو جيه في المقطع اللي يقفنا الم называется لديه مثل قدامنا ميوزيكلي ، لوجيكلي ، ارفتيكلي ، اكشيلي ، انيرناشيلي اتفقنا على حرف الاية من الحروف الصامتة وهو حرف الب حرف مين يا ولاد حرف البي مالو يا تيتشر بقى حرف البي ده وقامت أقدر أقول عليه silent letter حرف صامت في حالتين لو لقيتوا بالشكل ده mb أعرف أني حرف البي هيبقى حرف silent يعني مش هنطقوا اديني بقى examples علشان تأكديلي الكلام اللي بتقولي ده كلمة يتسلق verb بمعنى يتسلق اسمه climb climb هل قلت أنا climb بقى لا climb ليه لأن المقطع جاء على بعضه الام مع البي بقى البي حرف silent مثلا كلمة come come بمعنى مشت المشت اللي بسرح بيه اسمه come برضو حرف البي فيها حرف silent عشان جاء قبله الام كمان عندي كلمة اسمها lambs 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 بمعنى أطراف أطراف إدينا ورجلينا نقول عليها lambs ما بقولش lambs شايفين لو أنا نطقت حرفي بيه هيبقى حرف رخم ازاي وهيتقل النطق معايا هيبقى اسمها lambs لا غلط ده lambs lambs تمام كمان ممكن ناخد كلمة lambs lambs بمعنى لحم ضاني اللحم ضاني اسمه lambs كلمة بام 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 بمعنى قنبلة ما بقولش بام لا هي اسمها بام بام تمام حرف البي برضو حرف silent عشان جاء قبله ايه جاء قبله الام ممكن كلمة كمان نقول عليها plamer 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 حرف البي حرف silent عشان جاء قبله الام لكن الصوت بتاع الب اللي طالع مني هو صوت حرف البي التقيلة اللي في بداية الكلمة plamer plamer بمعنى سباك تمام ممكن ناخد كلمة كمان اهي الكلمة دي اسمها crums 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 بمعنى آآ فتفيت عارفيني الفتفيت اللي هي مثلا بان بتبقية من العجين من العيش نقول عليها crums ما بقولش crumbes لا ده هي حتى ويتني كده مستمتعة بيها وهي بتتنطق crums crums مش crumbes يبقى اول حالة الحرف البي بيكون فيها silent لما بيكون بالطريقة دي الام معاها حرف بي زي climb cum lambs lam bum plamer crums ندخل في الحالة التانية اللي ممكن اقول فيها ان حرف البي حرف silent لو جه بالشكل ده لو جه حرف البي وبعده حرف تي طيب اديني بقى امثلة عندنا كلمة اسمها doubt doubt ما اسمها دبت هي دات دات بمعنى دين الديون يعني بتبقى لقدرة له على الناس الدين نقول عليه doubt دات مثلاً كلمة اسمها doubt 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 بمعنى شك ما بقولش داو بت لا شايفين لما بنطق البي بيبقى حرف ريخي مزاي وبيتقل النطق ياولاد اسمها doubt يبقى حرف البي حرف silent كمان في كلمة اسمها subtle subtle حرف البي حرف silent subtle subtle يبقى عندي طريقتين لحرف البي اللي هو الخفيف ده اقدر اقول عليه ان هو حرف silent لو جيب الطريقتين دول لو جي m بعده بي ولو جي البي وبعده حرف الت زي that doubt subtle that doubt subtle تمام كده احنا اخدنا تاني حرف معانا النهاردة هو حرف البي ندخل كمان على حرف الس ما له بقى حرف الس ده حرف الس ده تكلمنا قبل كده في فيديو خاص به عن حالات او اسرار نطق حرف الس كلها وقلتلكم ساعتها واحنا بنشرح ان في بعض الexceptions اللي هي الاستثناءات اللي موجودة في اللغة الانجليزية بيكون او في كلمات اللغة الانجليزية بيكون حرف الس فيها حرف silent امتى يا تيتشر اقدر اقول ان حرف الس في الكلمة دي حرف silent هنكتب كده مع بعض غالبا شايفين انا كاتب ايه في بداية الجملة غالبا يعني مش دائما يعني ممكن القعدة اللي انا هتكلم عليها دلوقتي العامة ما تبقاش ماشية مع كلمات تانية وده ساعتها هنقول عليه exception exception استثناء تمام غالبا حرف الس بيكون silent لما بيكون بالطريقة دي غالبا لا ينطق لما يكون قبله حرف س تمام تعالوا ناخد امثلة كلمة سين سين بمعنى مشهد حرف الاس ده حرف silent عشان جي قبله الاس اللي هي القعدة اللي انا لسه قيلة عليها تبدأ انت يا تيتشر بتطلعي صوت س لا صوت الاس ده طالع من صوت حرف الاس مش من السي السي silent يا ولاد تمام ناخد كلمة كمان مثلا كلمة ماصل 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 بمعنى عضلة قلتلكم عليها قبل كده برضو حرف السي silent وصوت الاس طالع من الاس مش من السي مثلا ممكن اديكم كلمة اسمها كلمتين كده عكس بعض هم هكتبهم وبعد كده ننطقهم مع بعض اسمت دسنت اسمت دسنت اسمت بمعنى صعود ودسنت بمعنى انحضار يبقى اسمت دسنت شبه بعض شوية اسمت دسنت Ascent بمعنى صعود و Descent بمعنى انحدار اللي اتنين حرف السي فيهم حرف silent لا ينتق وصوت الس طالع من حرف الاس مش من حرف السي لان حرف السي حرف silent عشان احنا قلنا غالبا لا ينتق لو جيب الطريقة دي اس وبعدها سي تمام ايه كمان يا تيتشر ممكن يكون حرف السي حرف silent فيه لما بيكون بالطريقة دي حرف السي وجاي بعده حرف كيو زي مثلا كلمة acquire acquire بمعنى يكتسب بمعنى ايه بمعنى يكتسب طب ده انت بتطلع صوت ك الك ده مش طالع من السي هو السي سايلنت بس الك طالع من الكيو الكيو مك دا ساوند كوا لاني جاي بعدها حرف اليو فبقول acquire acquire يبقى حرف السي غالبا لا ينتق لو جيب الطريقة دي اس سي زي سين سين بمعنى مشهد تمام وزي اسنت داسنت ماصل وكمان لو جيب الطريقة دي سي بعدها كيو زي acquire زي ايه acquire والامثلة هنا مش كتيرة جدا على فكرة تمام تمام ندخل بعد كده على حرف تاني من حروفنا النهاردة من ضمن برضو السايلنت لادرز الحروف السامطة وهو التركيبة الجميلة دي حرف الجي لما بيجي بعده الان في الحالة دي بعتبر ان حرف الجي حرف سايلنت مش هنطقه في الكلمة زي ايه زي كلمة ساين ساين ليه هكذا معنى على فكرة ممكن تدي معنى علامة او اشارة او يوقع يبقى تاني ممكن تيجي كناون او كفرب لو هتيجي كناون اس ما تدي معنى اشارة او علامة لو هتيجي كفرب بفعل هتدي معنى يوقع تمام يبقى ساين هل انا وانا بنتا قلت سايجن لا قلت ساين ساين نقطاط الاس والاي والان ساين لكن حرف الجي حرف سايلنت عشان جيفي التركيبة اللي قلنا عليها جي ان طيب مثلا كلمة ديزاين ديزاين بمعنى يصمم مش يصمم على الحاجة لا يصمم زي مثلا الفاشن ديزاينيرز اللي هم مصممين الازياء كده ديزاين ديزاين هارف الجي برضو هارف ساينت ممكن كلمة ريزاين نفس الوضع ريزاين ريزاين ممكن كمان كلمة ناخد ايه تيتشر ممكن كلمة فورين 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 بمعنى اجنبي ما بقولش فورجين فورين 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 بمعنى اجنبي ممكن كمان كلمة كامبين حلوة الكلمة دي كامبين بمعنى حملة اجنبي فورين كامبين حملة حرف الجي في كامبين برضو جيب نفس الطريقة جي يبقى حرف الجي حرف ساينت تمام قبل بقى ما سيب الحرفين دول عايز اقولكم ان في بعض الاكسابشونز بعض الاستثناءات في الموضوع ده ازاي بقى يا تيتشر يعني اوقات بلاقي كلمات فيها الجي وحرف الجي بينطق عادي جدا طب ايه الدليل اكبر دليل واكتر حاجة تثبت لكم ان انجليش is crazy ان اللغة الانجليزية لغة مجنونة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الكلمة اللي هكتبها دلوقتي حالا انت ايه يا تيتشر كده الكلمة اسمها signature سج شايفين نطقة الجي زي ج ج ج signature طب يعني ايه signature signature بمعنى توقيع ايه ده توقيع التوقيع ده اللي هو النون من كلمة ساين من شوية قلت لحضراتكم اني ليها كذا معنى علامة او اشارة لو هتيجي كنون ولو هتيجي كفيرب هتيجي بمعنى يوقع صح كده اهو يوقع انا لو عايز اجيب الاسم من يوقع وهقول توقيع ساعتها حرف الجي هينطق عادي جدا signature يعني الفيرب بحرف الجي فيه ما بنطقوش اسمها sign لكن الناون منه الاسم منه اللي هو توقيع بنقول signature شايفين ازاي يعني فعل واسم الاسم من فعل معين المفروض ان انا قمشي على نفس القاعدة لكن لا انجليش is crazy الانجليش ايه مادة مجنونة يبقى لازم يبقى فيه exception هنا استثناء بننطق عادي جدا لحرف الجي بنقول signature signature ندخل على حرف تاني من الحروف الصامتة بتاعتنا النهاردة التركيبة الجميلة دي W R W R لما بيتجمع التركيبة دي مع بعضها بعرف على طول ان حرف W حرف silent مش هنطقو يا ولاد يلا بينا ناخد امثلة بسرعة انطقوا معايا الكلمة دي كده wrong wrong هل انا نطقت ال W انتو عارفين ان انا لو نطقت ال W الكلمة تبقى ريخمة جدا جدا حرف silent ده بيرخم الكلمة وبيتقيلها في النطق انطقوا كده حرف ال W اصلا صوت ال W فاقول we're wrong we're wrong ولا اقول wrong لا wrong احلب كتير طبعا طيب مثلا كلمة write write عن فكرة wrong بمعنى خطأ او مشكلة write verb بمعنى يكتب write مش we're right لا write وكمان عندنا حرف E حرف silent يعني كده الكلمة دي فيها حرفين silent اللهم ال W وال E عندي مثلا كلمة wrap wrap ممكن كلمة كمان wreck 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 بمعنى حطام ممكن مثلا كلمة rest 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 كل الكلمات اللي قدام حضراتنا متجمع فيها ال W مع ال R وحرف ال W طلع صوته سوري حرف ال W طلع حرف silent ما بننطقوش ال R بس هي اللي بدأت بيها الكلمة قلت wrong write wrap wreck wrist تمام قبل ما سيب المنطقة دي عايز اكتب لحضراتكم بعض الكلمات اللي بيكون فيها حرف ال W وحرف silent يعني هو مش جاي في التركيبة بتاعت ال W R بس بيبقى silent في الكلمات اللي هقولها لحضراتكم دلوقتي انا بحاول بقدر الامكان في الفيديو ده ان احنا نجمع كل الكلمات اللي بيكون فيها silent letters حروف صامتة يعني اشهر الكلمات تمام تمام مثلا عندكو كلمة اسمها answer answer بمعنى اجابة او يجيب هل وانا بنتا بقول answer where لا تقيلة جدا بقول answer answer يبقى حرف ال W وحرف silent عندنا كمان كلمة two two بمعنى اتنين رقم اتنين حرف ال W وحرف silent بنتا اتيو ال O بس two two تمام عندنا كلمة اسمها sword 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 بمعنى صيف حرف ال W حرف silent ما بقولش ال sword لا اسمها sword 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 يبقى answer to sword الثلاث كلمات دول حرف ال W حرف silent فيهم لا ينطق يلا ندخل على حاجة كمان التركيبة الجميلة بتاعتنا اللي احنا تكلمنا قبل كده عليها ال W ولما بيجي بقى مع ال H مش مع ال R ال W لما بيجي مع ال H القعدة العامة ليه ان حرف ال H بيكون حرف silent على طول زي اي يا teacher زي كلمة what زي were زي when زي كلمة مثلا why زي كلمة while زي will في كلمات كتيرة جدا زي مثلا كلمة white كل اللي قدامنا دول كلمات متجمع فيها ال W وحرف ال H حرف silent يبقى القعدة العامة لل W مع ال H ان ال H بيكون silent زي what were when why while will white لكن في بعض exceptions هنا بعض الاستثناءات ان فيه كلمات بيكون متجمع فيها ال W بس ال W هو اللي بيبقى silent وال H هي اللي بنتقها وغالبا غالبا بيكون بعد التركيبة دي حرف ال O يبقى امتى يعني احس كده ان حرف ال H هو اللي هيتنطق مش ال W لما بلاقي غالبا غالبا بيكون بعدهم حرف ال O زي كلمة who زي كلمة whose زي كلمة whom شايفين ال W و H جاي بعدها مين O O O ساعتها اتأكد على طول ان حرف ال W هو silent وال H هو اللي هيتنطق وطبعا صوت ال H ها ها who whose whom تمام لحد كده تمام يا تيتشر جدا يلا بينا ندخل على حاجة تابع برضو حرف ال H خاصة بحرف ال H مالو هدوا حضراتكم بعض الكلمات اللي بيكون حرف ال H فيها حرف silent اللي هينتق بس مش جاي في التركيبة دي خالص يعني مش W H لا كلمة our عندنا كلمة اسمها our our بمعنى ساعة حرف ال H هنا مش هنطق وما قلتش hour قلت hour عندنا كمان كلمة اسمها honest honest بمعنى أمين أو شريف بمعنى أصح جاية منها كلمة honor honor بمعنى أمانة تمام أو شرف يبقى our honest honor كل الكلمات دي حرف ال H جاي في بداية الكلمة ومش مع W وبرضو حرف ال H أصبح حرف A يا أولاد حرف silent كمان عندنا برضو بعض الكلمات زي كلمة rhyme 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 بمعنى قفية حرف ال H فيها حرف silent ممكن كمان كلمة بمعنى إقاء اسمها rhythm 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 rhyme rhythm rhyme بمعنى قفية اللي هي بتبقى في بيوت الشعر rhyme لكن rhythm بمعنى إقاء rhythm اللي اتنين دول حرف ال H جاي كده في النصة هو أو تاني حرف وبقى حرف A silent تمام كده إحنا في الصفحة دي تكلمنا عن حرف ال H وحاولت إن أنا أجمع مع حضراتكم إمتى حرف ال H بيكون silent وإمتى بقدر أنطقو حرف ال H بيكون silent لو لقنا في التركيبة بتاعت ال WH زي what were when why while will white لكن كمان في exceptions يعني بعض الاستثناءات ممكن عليهم كده نكتب جنبهم انهم exception استثناء لما بيكون ال W مع ال H بس غالبا بيكون بعضهم حرف ال O زي who whose whom في الحالة دي ال W هي silent وال H هي اللي بيطلع صوتها ها ها وفي كلمات طبعا بيكون بداية دها حرف ال H وبتكون silent زي our honest honor وكمان في كلمات بيكون حرف ال H في وسطها زي كلمة rhyme اللي هي القفية وزي كلمة rhythm اقاع ندخل بعد كده على حرف كمان او حاجة كمان التركيبة الجميلة دي ال M مع حرف ال N لما بلاقي التركيبة دي بعرف ان حرف ال N حرف silent زي كلمة autumn مبا باقولش autumn لا autumn 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 بمعنى خريف فصل خريف اسمه autumn وعلى فكرة ممكن اساويه بكلمة fall لان fall لها كذا معنى لو جبتها كنون هساويها ب autumn هيبقى معناها فصل الخريف لكن لو جبتها كverb كفعل يعني هيبقى معناها يسقط او يقع او يتساقط يبقى autumn فيها M ان يبقى حرف ال N silent ممكن كمان كلمة دعم دعم بمعنى لعنة حرف ال N حرف silent عشان تجي في التركيبة اللي قولنا عليها M وبعدها N في كلمة مثلا اسمها cantum cantum قلت cantum ما قلتش كنت من لا cantum وقفت لحد ال M بس يبقى حرف ال N حرف silent cantum بمعنى يحتقر فيه كلمة مشابهة ليها جدا اه افتكرتها دلوقتي فيه كلمة مشابهة ليها جدا جدا اهي بس مع اختلاف حرف بسيط اللي هو حرف T بشيل T وحط D بدل ما بقول cantum بقيت اسمها cantum cantum بمعنى يستنكر يبقى الكلمتين دول متشابهين جدا جدا cantum cantum بال T يبقى قلت cantum يحتقر لكن بدي cantum يستنكر تمام تمام يا تيتشا كده احنا اتكلمنا في الفيديو بتاع النهاردة عن silent letters الحروف الصامتة وقلت لحضراتكم ان ده يعتبر part one part one يعني الجزء الاول من حروف الصامتة مش كل يعني احنا في الفيديو ده ما تكلمناش عن كل الحروف الصامتة اللي موجودة في الكلمات الانجليزية انا حاولت اجمع لحضراتكم في فيديو النهاردة اشهر الحروف وامتى بتكون صامتة في الكلمة اللي هما اتكلمنا عن الـ a ال-b-c-g-w-h-n عايزة سريعا كده انطق مع حضراتكم الكلمات اللي كتبناها قبل ما نقول ان احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة مسكلي logically artistically actually internationally climb cum limbs lamb bum plumber crumbs debt doubt subtle scene muscle hasn't doesn't acquire sign design resign foreign campaign signature متنستهدش الكلمة دي signature wrong right wrap wreck wrist answer to sword what were when why while will white who whose whom hour honest honor rhyme rhythm autumn fall damn kingdom kingdom this is all the word silent letters فيها الحروف الصامتة اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وان شاء الله ما تنسوش ان فيه بارت 2 هنتكلم فيه عن الجزء التاني من الحروف الصامتة انتظروني قريب جدا هننزل الفيديو ده ان شاء الله وان شاء الله مع الممارسة الكتيرة موضوع الحروف الصامتة مش هيبقى مشكلة نهائيا ويكون سهل جدا شكرا لك انتظار اشوفكم على خير باي باي